أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستصمد أمام التحديات بقدرات الصلابة وتكاتف المصريين وأضاف الرئيس السيسي أن الدولة تتعمل على تقليل تدعيات أزمة كورونا وغيرها من الأزمات على المواطن بنمر بظروف صعبة زينا زي كل الدنيا بأن ثلاث سنين تقريبا السنتين بتوع كورونا والسنة الثالثة اللي هي خلصت حتى وبدأنا في سنة ثانية أم أعرفش نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن هي تنتهي ويبقى الأزمة دي بكل أثارها تنتهي لأن لها متسبب أزمات كبيرة جدا في العالم وعندنا هنا في مصر لكن الدولة المصرية بمؤسساتها بتسعى أن الأزمة دي تكون في أقل ما يمكن من التأثير نحاول في ظل الظروف دي إن إحنا نخلي يعني الحياة يعني ما تبقاش قاسية قوي على الناس هي قاسية أيوة صعبة أيوة تكلفها عبء على الناس بقى فيش كلام وبكلم المصريين كلها من خلالكم